السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وابناتي تلاميذ تلميزات الصف السادس الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عنشرح درس المنصور والطيور من منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد يتناول هذا الدرس قص التاج الجواهر جاء من عدن الى بغداد فاشترى منه الخليفة المنصور وعطاه صورة بها مئة دينار فضاعت منه وعلم المنصور بذلك فارسل شرطيه الخاص فجاء بالرجل الذي وجد الصرة وكان يبحث عن صاحبها فكافأه المنصور على امانته اول حاجة اولاد عندنا التاجر يفقد مالهم ذهب احد تجار الجواهر من عدن الى بغداد وعدن دي اولاد مدينة جنوب اليمن وعدن مدينة جنوب اليمن الى بغداد وبغداد يولاد عاصمة العراق قاصدا قصر الخليفة المنصور ومعه جواهر كثيرة واحجار كريمة فاخذ المنصور منه ما استحسنه من الجواهر واعطاه صورة بها مئة دينار انصرف التاجر مصرورا وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائزا اراد ان يتبرد بماء النهر فوضع سيابه وتلك الصورة على الشاطئ ونزل الى النهر فمرت حدات فخطفت الصورة وهي تحسبها لحما وطارت في الافق زاهبة بها فهنا اولاد يجيلك السؤال يقولك من الذي قصد قصر الخليفة المنصور وماذا كان معه ايبا الاجابة اولاد تقول الذي قصد قصر خليفة المنصور احد تجار الجواهر من عدن وماذا كان معه كان معه جواهر كثيرة واحجار كريمة طبعا هنا اولاد سؤال يقولك اين وضع التاجر سيابه والصر الاجابة اولاد تقول وضع سيابه والصر على الشاطئ وضع سيابه والصر على الشاطئ في سؤال تاني يا اولاد يقولك ما الطائر الذي خطف السر ولماذا خطفها الاجابة اولاد تقول الطائر الذي خطف السر طائر الحدار تحسبها لحما المنصور المنصور يأمر بالبحث عن الصرة حزن الرجل حزنا شديدا ويأس من عودة ماله وأصابه الهم والمرض وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور فأحضره وقال له لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالكا ولكن إلى أي جهة طار الطائر أجاب التاجر طار جهة الشرق فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي فدع المنصور شرطيه الخاص وأمره بتفقد أحوال أهل تلك الناحية ولم يمضي وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل يقول ويردد بين الناس إنه عصر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه فهن أولاد جلس ألف الامتحان ما أصر ضياع الصر على التاجر فتقول يا أولاد حزن الرجل حزنا شديدا ويأس من عودة ماله وأصابه المهم والمرض يجي لك سؤال الثاني يا أولاد يقول لك إلى أي جهة طار الطائر بسرة المال فتقول يا أولاد طار جهة الشرق فوق الجبل الذي يلي قصر الخليفة المنصور يبطر جهة الشرق فوق الجبل الذي يلي قصر الخليفة المنصور زكاء المنصور وأمانة الرجل أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور فبادره المنصور قائلا له أين المال الذي سقط عليك من السماء والتاجر ينظر ويتعجب فقال الرجل ها هو ذا يا مولاي ثم أخرج الصرة فقال له المنصور احكي لي ما حدث فقال الرجل بينما كنت أعمل تحت نخلة إذ سقطت أمام الصرة فأخذتها وراقني منظرها فقلت إن الطائرة اختلسها من مكان ما فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها فهين أولاد سؤال في الامتحان يقول لك أين كان يعمل الرجل عندما سقط عليه الصرة تقول يا أولاد كان يعمل تحت نخلة كان يعمل تحت نخلة جزاء الأمانة فعجب المنصور من ذلك وقال لهم لقد علمنا بما قلته بين الناس ولك منا مكافأة على ذلك ثم أعطاه مئة دينار ففرح التاجر وأسنى على المنصور قائلا له قائلا له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من زكاء المنصور وحيلته هنا السؤال يولاد يقول لك بما كافأ المنصور الرجل الذي عصر على السر تقول يولاد أعطاه مئة دينار مكافأة على أمانتهم السؤال الثاني يولاد بما دعا الرجل الخليف المنصور دعا له يولاد قال له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد إذا دعا له قائلا حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد الكلمة ومعناها قاصدا معناها يولاد متوجها كثيرة معناها متعددة استحسن معناها أعجب بي سرة قطعة قماش لجمع النقود إذا السرة معناها يولاد قطعة قماش لجمع النقود انصرف معناها زهب مصرور سعيد قائزا أي شديد الحر إبا قائزا أي شديد الحر حدات طائر جارح إبا حدات طائر جارح تحسبها تظنها بتحسبها أولاد معناها تظنها الأفق الفضاء يأس فقد الأمل الهم معناها الحزن بلغ وصل بحسنا معناها فتشنا وسيلة معناها طريقة يلي معناها يأتي مولاي معناها سيدي شرطيه حارسه تفقد معناها ملاحظة مراقبة الناحية الجهة يمضي يمر يردد يكرر عصر معناها وجد يتعجب معناها يندهش راقني أعجبني اختلسها أخذها خفية علمنا معناها عرفنا أثنى علم معناها مدحة حفظك معناها صانك حيلته خدعته ومكيدته بحيلته أولاد معناها خدعته حيلته معناها أولاد خدعته ومكيدته المفرد وجمعه أحد جمعها أحد قصر جمعها قصور كريمة جمعها كرائم صرة جمعها صرر دينار جمعها دنانير التاجر جمعها التجار طريق جمعها طرق شاطئ جمعها شواطئ النهر جمعها الأنهار ماء جمعها مياه أمواه حدات جمعها حدات حداء الأفق جمعها الأفاق حزن جمعها أحزان شديد جمعها أشداء شداد مال جمعها أموال الهم جمعها الهموم المرض جمعها الأمراض خبر جمعها أخبار حين جمعها أحيان الأمر جمعها الأمور وسيلة جمعها وسائل الجبل جمعها الجبال أهل جمع أهال أهلون الناحية جمعها النواحي وقت جمعها أوقات طويل جمعها طوال مبلغ جمعها مبالغ صاحبه جمعها أصحابه السماء جمعها السماوات منظر جمعها مناظر نخلة جمعها نخل أو نخيل مكان جمعها أماكن أمكنة حيلته جمعها حياله الجمع مفرده تجار يولاد مفردها تاجر الجواهر مفردها الجوهرة أحجار مفردها حجر سياب مفردها سوب الجهات مفردها الجهة أحوال مفردها حال البلاد مفردها البلد العباد مفردها العبد بعد كده نأخذ الكلمة ومضادها فعندنا أولاد قاصدا مضادها عائدا كثيرة مضادها قليلة أخذ مضادها أعطى استحسنه استحسنه مضادها استقبحه انصرف مضادها رجع أو عاد مصرورا حزينا مهموما قائزا مضادها باردا طارت مضادها هبطت زاهبة مضادها عائدة حزنا مضادها فرحا يأس مضادها أمل عودة مضادها زهاب الهم مضادها السرور المرض مضادها الشفاء جئت مضادها زهبت نرد مضادها نأخذ طويل مضادها قصير عاد مضادها زهب عصر مضادها فقد يعرف مضادها يجهل بادر مضادها أبطأ سقط مضادها صعد أخرج مضادها أدخل احتفظت مضادها ضيعت أعطاه مضادها حرمه سلبه مكافأة مضادها عقاب أسنى مضادها زم حفظك مضادها ضيعك زكاء مضادها غباء راقني مضادها ساءني سؤال جواب أولاد على الدرس أول سؤال معنا من أين أتى التاجر وإلى أين ذهب أتى من عدن أتى من عدن وزاهبا إلى بغداد إبن إجابة أولاد أتى من عدن زاهبا إلى بغداد أي الأماكن قصد التاجر إبن إجابة أولاد تقول قصر الخليفة المنصور طب سؤال رقم 3 ما الذي حمله التاجر وهو في سفره إلى الخليفة إذ قول يا أولاد كان يحمل جواهر كثيرة وأحجار كريمة تاب رأي السؤال رقم 4 ماذا فعل الخليفة المنصور مع تاجر الجواهر وكم من المال أعطاهم إبن الإجابة أولاد تقول أخذ المنصور منه ما استحسنه من الجواهر وأعطاه مئة دينار السؤال رقم 5 لماذا نزل التاجر إلى النهر الإجابة تقول لأن اليوم كان قائزا فأراد أن يتبرد بماء النهر فوضع سيابه وترك السر على الشاطئ ونزل إلى النهر طيب السؤال رقم 6 لماذا خطفت الحداء السر الإجابة لأن الحدات كانت تحسبها لحما إبن الإجابة أولاد تقول لأن الحدات كانت تحسبها لحما السؤال رقم 7 صفحة للتاجر عندما فقد صورة أموالهم تقول يا أولاد حزن التاجر من عودة ماله وأصابه الهم والمرض يبقى تقول يا أولاد حزن التاجر حزنا شديدا ويأس من عودة ماله وأصابه الهم والمرض طيب السؤال رقم 8 بما أمر المنصور شرطيه الخاص أمره أن يتفقد أحوال أهل الناحية التي طار إليها الطائر يبقى أمره يا أولاد أن يتفقد أحوال أهل الناحية التي طار إليها الطائر السؤال رقم 9 ما الذي أشاعه الرجل بين الناس بعد أن سقطت السر في أرضه الإجابة أشاع إنه عصر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه يبقى الإجابة أشاع أنه عصر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه السؤال رقم 10 كيف وصلت السر إلى الرجل الأمين وماذا فعل بهم إبقى الأولاد الإجابة كان يعمل تحت نخلة وسقط السر أمامه فأخذها وأعجب بمنظرها احتفظ بها حتى يحرف صاحبها إبقى أولاد احتفظ بها حتى يعرف صاحبها السؤال رقم 11 ما رأيك في سلوك الرجل الذي وجد السر تقول الإجابة أولاد سلوك حسن يدل على أمانته سلوك حسن يدل على أمانته السؤال رقم 12 بما كافأ الخليفة المنصور الرجل على أمانته كافأ الخليفة المنصور الرجل بمئة دينار إبقى كافأ الخليفة المنصور الرجل بمئة دينار السؤال رقم 13 صفحة للتاجر بعد عودة ماله إليه وبما دع التاجر للخليفة فرح التاجر وأسنع على المنصور وقال له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد يبال إجابة أولاد قل فرح التاجر وأسنع على المنصور وقال له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد طيب السؤال رقم 14 بما تصف كل من الرجل اللي سقطت عليه السرة والمنصور تقولي الإجابة أولاد أصف الرجل بالأمين الصادق والخليفة المنصور بالحكيم الزكي يبقى أصف الرجل بالأمين الصادق والخليفة المنصور بالحكيم الزكي السؤال رقم 15 بما تعجب الناس عند سماعهم الحكاية تقولي الإجابة أولاد تعجبوا من زكاء المنصور وحيلته تعجبوا من زكاء المنصور وحيلته آخر سؤال يا أولاد يقول لك ماذا نتعلم من هذا الدرس نتعلم أول حاجة أولاد الأمانة والصدق رد الحقوق لأصحابها الكشف عن كل غامض الحكمة والزكاء في التعامل مع الأمور الحكمة والزكاء في التعامل مع الأمور وكده أولاد وصلنا معكم من نهاية درسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته